السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اي حاجة معروضة في QGS بيكون مقوانة من Layers تقدر تجي على Layer وتقوله ان انت عايز تشوف Open Attribute Table بالذات لو هي Factor فتبقى شايف كل Type و Link و Area لكل شيء موجودة بالشكل دوت ممكن اجي هنا وقوله ان انا عايز اشوف البروبرتس الخصائص اللي موجودة هتلاقي هنا عندك Information فبيقولك Name بتاعت دي اسمها Flood Area المسار بتاعها موجود و Files و Total Size اللي بتاعتها واخر تعديل كان امتى و Provide من اللي اعتاحها وهنا Custom Properties اللي موجودة طيب السورس بتاعتها ده Layer Name That Source Encoding UTF بتاعك ان انت تتعامل مع اللغة العربية بسهولة هنا Layer Source ممكن تشيلها وتجيب المعلومات من مكان اخر ده الرمز التاحة ممكن تغير اللون والشكل زي ما انت عايز ده Assign Sample ممكن تخليها بـ Categorize او تخليها Grated ده يبقى لونين بالشكل دوت طيب عندي الابل هنا بيقول لي ان فيش اي لابل خالص ولما تيجي بـ Post لاي فعلا خريطة بش مكتوب على اي حق خالص فممكن نقول له Single Label فبيقول لي اخذ المعلومات منين فاكرين الجدول الفات كان فيه Type و Shape Link و Shape Area فانا هاختار طيب عشان يديني الاسم وهنا الـ Text موجود بحيث ان انت لو حاست ان الـ Text عايز يكبر او يظهر تدار اتحكم فيه Size من هنا بدون اي مشاكل خالص زي ما نشوف كل الـ Data تدار انت تتحكم فيها طيب هقول له Apply و اوكي و ابدأ اعمل زوم على الخريطة بتلاقي فيه Text على كل جزء في الخريطة تمام طيب عايزين نحذفه هتخش في الـ Properties و تقول له انا عايزها و تقول له و كيف هتختفي تماما ممكن تجي هنا وتعمل Double Key تعمل Remove تعمل زوم To Layer لو انت مثلا عايز تشوف الخريطة كاملة يبدأ يجيبها لك بالشكل دوت وهنا الـ Coordinate اللي انت بشغل عليها و ممكن تغيرها بالشكل دوت تمام بحيث انه مجدعه بالموس هو بيجيب لك الجزء اللي انت عامل عليه زوم المستطيل اللي انت عامل عليه زوم تمام كده هيبقى ماشي معك بالموس كل ما يتحرك يبتحرك معك هنا الـ Scale لو انت عايز تغير في الـ Scale او عايز تغير في الـ Rotation موسيقى موسيقى